السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اسمته يعني اذا الكريديا بقى عندما ما بغش اعطي اللك ممكن ان نقصي من السلافة جائز الح simple لا اله لا الى الله اسمه يعني ان نقصي ان تدرس لذاك شليك اتنسى لجائزة واخاخو يا بيام الله سعبد الله الله يطبل عملك شكرا لك سعبد الله يبدو ان سعبد الله هو تاجر بالتقسيط ومعروف ان التجارة بالتقسيط عندهم واحد واحد للصفة انهم يتساهلون مع زمنائهم خصوصا في الاحياء المجاورة كيكون موظف ولا كيكون مستخدم الاجرى ديره ضعيفة فكيقول لي اعطيني وان كريدي عليا في الكارني احترى الشهر وان اردليك فكتلقى هذا التاجر كتلقى سخي كيقوم واحد دور اجتماعي كبير وكيعطي الكريدي بدون فوائد يعني هذه نعمة عظيمة من اللي كيكون تجار صغار في الاحياء المجاورة عندهم مجموعة مهام من غير انه كيبيعوشري راعينوا على الحي كم من جرائم وقعت وكم من مخالفات وقعت والناس ما عرفوش كريدي ديرها وكيكون دكتاجر عينه على الحي هو اللي كيحفظ وكيتصل وكي ينجي الناس من عواقب خطيرة زائد انه كيعرف الاحوال الاجتماعية دي الساكنة واللي هو ضعيف كريدي كي تلقوا هالسكار هالزيت هال المواد الغدائية الضرورية لكن بعض الناس ربما قد يستغلون طيبوبة هؤلاء التجار ويبدأ التماطل ما كيعطيش كيقول لي اشغل دي لياك اشغل دي لياك ما عندك شيء بشي بحل مثلا مؤسسات مالية اخرى عندها كتاخد ضمنة دي لها وكتاخد مجموعة دي الاحتياطات لكن هذا مسكين دير نية المفروض اننا نحمد الله ونشكروه على انه وفر لنا مثل هؤلاء التجار الصغار في الاحياء وفي الازقاء والاماكين الشعبية وانتعاملوا معاه بالربح انه مادم انه تلقنا نحاولوا ما امكن نعطوه فلوسف راخر الشهر وما يكونش تماطل اي نعم قد يكون بعض الناس ربما عنده شيء ظروف قاسية وتبدأت لي الامور الله يحصل العوان لكن ماذا افعل في هذه الحالة سعبد الله يقول لك انه واحد الحل ان هالتاجر من اللي يجي لعنده غادي يسترد الحقوق دياله عن طريق انه ينقص لي في التجارة هاد الباب اللي افتحناه هو كي تسمى بما كيتلقوا عليه الحيل الشرعية يعني حيلة بس ترد الحقوق ديالك دون دون ان تقع في حرام ودون ان تدخل في عراق سموها العلماء حيل شرعية وكلمة حيلة يعني انها غير نبيلة فالافضل ان الناس يتجنبونها يتكلم معا بصراحة رأى عندك الكريدي ديالك كذا وكذا وكذا وخاصك في اليوم اللي هو يا محدد تروت ديالك حتى نردي مرتبط بمصالح اخرى وعندي ديود اخرى من تجار الكبار كجبع عندهم سلعب تقصيد يعني كنوضح لي هكذا ومن بعد من اللي يبالي بانه ربما يتمطل كنذره في اللائحة السوداء يعني مرة خراعه تقول لي اسمح لي عندك ريديات ومعطيتنيش هو غدي يخاف على رأسه هنه غدي يمشي لي واحد المورد لانه من اللي يحصل ما يلقى غير البقهل هو اللي يحليه المشكلة فانطلب الله تعالى هذ الناس اللي كي يخدوا هذ الاموال وكي يخدوا هذ المضائع انه يحرصوا على انهم يعطوا الاموال ديالهم الحقوق للتجار الصغار في الوقت المناسب الى كان عنده عذر من الاعذار ما فيها بس اي واحد يقدر يوقع لي عذر كي يجي اعتذر يقول لي اسمح لي راني وقع لي وقع لي وقع لي وقع لي وراني من سيتكش واذا اتعهد على هذ الاموال وهذا كان سيلك في الكارن حسنا طهلي تكون واحد نعمل الاتفاق والوضوح الشفافية اما خود من الحق هذا دون ان يشعر والاخر دون ان يشعر هنا يتسرب ابليس وهنا قد تبدأ اعمال اخرى لا نضمن عواقبها فاسأل الله تعالى ان يغنيك اخي عبدالله من فضله ويفتح لك باب الرزق وماب التيسير اللهم امين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تشجيعا لنا